كابن من أبناء النادي الأهلي وككابتن مصر وكعضو جامعية عمومية موجود في اللي احنا بنناقشه كل يوم ونختم مع حضرتك بالسؤال ده ايه رأيك في القرار النادي الأهلي أخده بالتصويت للجامعية العمومية على اللايحة الملزمة من وجهة نظرنا على يومين وطبعا المؤنس محمد طاري استعان بمجموعة جبيرة جدا من الخبرى القانونيين طبعا وهو أكيد الناس كلها بتشغل صالح النادي الأهلي فيش كلام كلنا حابين ان النادي الأهلي هو فوق الجميع زي ما دا شعرنا والأعضاء وعية جدا وفيه تراوض ما بين الإدارة والأعضاء وكل ماشي عشان الدنيا تنجح وتبقى كويسة بإذن الله تعالى والواحد يعني محس ان ان شاء الله في حاجات كويسة بإذن الله في المستقبل بإذن الله تعالى وتبقى جمعيات عمومية ناجحة بإذن الله تعالى وأكيد رئيس مجلس الدارة وانسح مطار بيعمل للصالح العام وبيعمل للنادي الأهلي رجل عنده إيجابيات كويسة جدا وحاجات جميلة كدا وحالات والأعضاء حسين تعرف ان احنا من دا وعطينا كل معظمه في النادي الأهلي فبنسمع وعارفين فإن شاء الله الجميع تكاتف بإذن الله تعالى من أجل مكانة النادي الأهلي واللي بيحتلها والاسم الكبير وكلنا دايما الحمد لله بنحاول نرفع من اسم النادينا وإن شاء الله ندينا دايما في المقدمة بإذن الله تعالى نجم مصر والنادي الأهلي والخلوق المقترم الكابتن الربيع يسين شرفتني ونورتني ودايما بقى بسعيد